موسيقى أهلا بكم ولقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والطبيب الأردني الفلسطيني الدكتور يونس سناعة تابع حوارنا مع ضيفينا لهذه الحلقة ولكن معدى نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد بكائية لدم أخير دخانك أوجع الأبواب طرقا وصوتك ما يزال هناك ملقى نحاسي وينفخ فيك وهم فتخرج من شقوق الحلم حق رمادي شربت النار طوعا فكيف تموت مثل العشب حرقا وكيف وجدك الصلصال تذوي وكيف وأمك الياقوت تشقى بنوك المدعين سجود سهو وقمصانا تفيض عليك فسقا أحل من حرامك كل وجه فعاشوا كاذبي ومتصدقا أيا خال الرياح وذاك يكفي لتبلغ أخضر الرايات خفقا لأنك من سحاب فاضى أعلى وأنك من مياه النقص أنقى خرجت على البلاد بكأس شعر كأول عابد يسقي ويسقى لأن الشعر آلهة الحكاية ستبقى فيه مكتظا ويبقى سبيلك للعيون فخذ مزيدا وأرخ للقصيدة كي ترقى فحسبك أن للأردن نهرا توزع نبضه غربا وشرقا وحسبك من عيون القدس دمع على طفل إلى الملكوت يرقى وحسبك أن سنقطر ياسمينا وننبت حيث تزرعنا دمشق عراقيون في دمنا فرات لدجلة ما يزال يفيض دفقا حجازيون لو شحت سماء سنلمع في هوا صنعا برقا يمانيون حين تفوح نجد من البن العتيقي نصب عشقا نخيليون هذه الأرض تدري بأنّ والتراب هنا سنبقى ومحكيون في كل الحكايا كأجراس ملأنا الريح دقا ومكتوبون في السبع المثاني كأعلى عروة للخيل وثقا وأما الآن والتاريخ أعمى وكل الجالسين إليه حمقا بأمر البحر ترفضنا المواني وترمينا على الطرقات غرقا فلا نوح ولا جودي ينجي ولا موسى فيمعن فيه الشق هنا يتوقف المعنى لينضي ويلقى في سبيلك ما سيلقى بآخر دمعتين وبيت شعر وصاحبة تموت الآن الشوق سأتلو سورة المسفوك مني وعني سوف أخلع ما تبقى بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أنا دكتور سلطان الهضور أديم وباحث وكاتب وناقد أردني أحمل درجة الدكتوراه في الموارد البشرية عضو رابطة الكتاب الأردنيين عضو جمعية النقاد الأردنيين وعضو في الكثير من الجمعيات الأدبية والهيئات الثقافية في الأردن الحقيقة اليوم يعني رغبت أن أتقدم أو أقدم هذا الكتاب الذي اسميته طلالات على الرواية الأردنية المعاصرة هذا الكتاب يحتوي على مجموعة نقدية لمجموعة من الروايات الأردنية التي أشرت إليها في دراسات نقدية عبر فترة زمنية تقدر بسنة تناولته في هذا الكتاب عشرة من الروايات وبالدراسة طبعاً بالدراسة النقدية حاولت أن ألم أو أجمع ما بين الروايات القديمة والروايات الحديثة ما بين الكتاب القدماء والكتاب الجدد وحاولت أن أستخلص العبر أو الإبداعات الموجودة في هذه الروايات فمن الناس الذين كذبت عنهم الدكتور راشد عيسى وهو يعني شاعر أردني معروف كان له رواية لم أكن أتوقع وهي رواية للناشية هذه الرواية وقعت بين يدي بالصدفة فقلت لماذا لا أقرأ هذه الرواية وعندما قرأتها وجدتها رواية تستحق أن يكتب عنها فيعني قرأتها واكتبت عنها كرواية للناشية تستحق أن يكتب عنها لأنها تربوياً يعني كانت رواية ناجحة من الذين كتبت عنهم أيضاً في هذه الرواية دكتورة سيزان خلقي الشرائرة وهذه الرواية لدكتورة سيزان خلقي الشرائرة هي رواية بعنوان روت لي حكايتها ملخص ما تكلمتم عن هذه الرواية لأنها تستحق أن تصور وأن تنتج وأن تعرض كمسلسل درامي لأنها أحداثها حقيقة أحداث أشبه بالمشاهد الدرامية واستعراض بسيط جداً لبعض الروايات الأخرى رواية ثقوب سرية في غابات الأمازون ودلالات المفردات في رواية أقصد انعكاس المسمى والغلاف على المحتوى وعلاقته بنفسية الراوي في رواية بنشمارك ورواية أخرى يعقوبين لناصر قواسمه ورواية مسرحة للدكتور حسام العفوري شكراً لكم بركة الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقتي هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعاً ننتقل إلى أنواع الأقلام المعدنية وهي عبارة عن عدة أقلام تستعمل بالخطوط الصغيرة النسخ الثلث وهي مقاسات من أقل من واحد ميلي إلى ثلاث ميلي ومن أنواع الأقلام المعدنية الشيفر نوع من أنواع الأقلام المعدنية الشيفر وجميل في الكتابة نوع ثاني زمرويد وحريري بالكتاب ويكتب فيه خط النسخ الصغير وفيه أنواع أخرى للخطاطين مبتدئين يكون نوعي صيني ويصلح للكتابة وأهم شيء أنه أهم شيء أنه رواحد يكتب مش يعني القلم هو أداة جيدة للكتابة لكن أهم مش رواحد يتعلم الخط ويكتب وعندنا نوعية أخرى هي بررل فيها حبر حبر معبأ حبر خرطوش حبر في خلف القلم ويكتب مباشرة نوع ياباني بررل وعندنا نوع من أنواع البايلوت برضو قلم سن ريشو يحتاج إلى حف وتنعيم ويصلح للكتابة بايلوت وعندنا نوع من أنواع الأقلام المعدنية اللي هو السلايات السلاة يكتب فيه النسخ الدقيق النسخ أقل من ميلي ميلي وأقل من ميلي وتستعمل للترتيش لكون بسن رفيع جدا وعندنا أقلام صنعة حديثة من أقلام معدنية من مواسير الألمنيو وتصلح للكتابة وبرضو معدنية وتعتبر من أنواع المعدنية وعندنا نوع اسمه ستاندرد برضو من أنواع الأقلام المعدنية الآن رح نختار نموذج من الأقلام المعدنية ونكتب فيه ترجمة نانسي قنقر هذا نموذج من الأقلام المعدنية أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والطبيب الأردني الفلسطيني الدكتور يونس شنع تسمح لي أن أرحب أيضي أنا وسهلا بك دكتور يونس ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين أهلا بكم هياك الله دكتور يا مرحبا رحلة شقاء طويلة من حيفا إلى طول كرم إلى بيروت من حلقة الكتاب في القرية إلى الجامعة الأمريكية لتصبح طبيبا فيما بعد تختص في طب الأطفال يعني حب ذا لو تصلت الضوء على جانب من تلك الرحلة المتعبة أو القاسية يعني الرحلة طويلة نعم إذا بدأنا من الطفولة فالطفولة طفولة تعيسة العنوان الكتاب يتحدث عن الشقاء نعم وبدأت الشقاء في عهد الطفولة في حياة الناس في الريف الفلسطيني كانت ليست كما يجب نعم فقر وحاجة وتعب وجهد إلى آخره فهذه المرحلة من الطفولة اجتزتها بالدراسة الابتدائية نعم بعد ما مريت بمرحلة الكتاب في قريتنا الصغيرة أم الشوف التي تتبع قضاء حيفا الطفولة زاملت مع الحرب العالمية الثانية أظن؟ نعم أعتقد أنها أنا ولدت في 1939 نعم التي هي السنة التي بدأت فيها الحرب العالمية الثانية هل هذا يعني تشاؤم أو تفاؤل لا أدري أي أقدار لكن هكذا حصل هي الأقدار نعم نعم تاريخ الميلاد في تلك السنة نعم أما بداية الإحساس بالطفولة فكان في سنة 1945 اللي هو نهاية الحرب نهاية الحرب نهاية الحرب كانت مشاهدها نرى يعني كأطفال في عمر الخمس سنين كذا نرى الدبابات البريطانية ترحل من المناطق التي كانت فيها نعم كعلامة على انتهاء الحرب العالمية وكنا نشاهد الدبابات وأحيانا كنا نتابعها نلاحقها لعلهم يلقوا إلينا بشيء نأكله نعم وكانوا يفعلون ذلك أحيانا فتلك كانت المرحلة وهي مرحلة قاسية لأنه هي نهاية الحرب العالمية ولكنها بداية مراحل نعم وفل الصين هي تحت الانتداب والاحتلال البريطاني نعم نحن دخلنا نحن كانت البلاد كلها تحت الانتداب البريطاني الذي انتهى عام 1948 في 15 أيار هكذا بريطانيا قررت فحتى ذلك التاريخ كانت البلاد فلسطين يعني تحت الانتداب البريطاني فأنا ما زلت أذكر في سنة 45 مرحلة انتهاء الحرب ومؤشراتها بانسحاب الدبابات الحربية البريطانية مرورا بقريتنا الصغيرة نعم فهذا كان قلت انك بدأت دراستك الاولى في حلقة الكتاب هكذا كان في القرية نعم انا اولا لم يكن في القرية الا الكتاب في البداية كان في احد رجال كبار السن يسمى الشيخ احمد سعيد يعلم كل الناس ما يعلم في الكتاب نعم من بعض اللغة وأهم من ذلك كله تحفيظ القرآن الكريم وتسميعه وتعلم كتابة الخط نعم وكانت كتابة الخط تكون ببعض الآيات مثل البسملة نعم وآيات قرآنية قصيرة وتكتب ويتدرب الطالب على طريقة الكتاب كيف يكتب الحرف كيف يشكل تشكيل متى تكون الفتحة متى تكون الضم طيب بعدها انتقلت إلى المدرسة الابتدائية المدرسة الابتدائية الأولى كانت مدرسة أهلية في البلد نعم ولم تكن متطورة كان هناك في البلد أستاذ واحد يعلم كل المراحل نعم تجد صغير السن مثلي نعم والأكبر والأكبر أنا يعني أخوتي لأكبر مني كانت كنت أنا معهم في نفس الصف نعم في نفس البيت وكان الأستاذ يبدو الجهد في تعليمنا تعليم الناس كلهم وكانت أكثر الأمور عليها التركيز في المدرسة الابتدائية تعليم المتدائي في القرية نفسها قبل أن قبل الرحيل قبل الرحيل قبل أن تهجروا عام 48 نعم وعلمونا كانوا يحفظون أشعار نعم ليست من مستوانا ولكن حفظناها نعم تماما كيف تحفظ الكرآن الكريم وأنت لا تفهم معناه نعم كنا نفعل ذلك نعم ثم بعد التهجير عام 48 بعد التهجير 48 انتقلت من طول كرم انتقلنا إلى قرية اسمها قفين نعم تاب على طول كرم نعم يعني كنتوا في حيث أنتم هذه الفترة قبل التهجير ثم انتقلت من طول كرم نعم انتقلنا من سنة 48 انتقلنا من هجرنا هجرت منك نعم إلى كما هجرت معظم اهالي في دستين 48 كل حسب أين يروق له المقام نعم وكملت دراسة ابتدائية في طول كرم اكملت الدراسة الابتدائية للصف السادس الابتدائي في قرية قفين التي كانت قرية رسمية ولكن تنتهي بالصف السادس نعم ثم انتقلت المدرسة رسمية كانت نعم رسمية مدرسة رسمية ابتدائية منظمة مرتبة نعم ممتازة انتقلنا بعدها الصف السابع كان في نظام التربية والتعليم في تلك الأيام نعم كان يسموها وزارة المعارف وش التربية والتعليم انتقلت إلى الصف السابع في قرية أقرب إلى طول كرم اسمها عتيل نعم قضيت فيها الصف السابع وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية انتقلنا إلى المرحلة الثانوية نعم المرحلة الثانوية كانت في مدينة طول كرم حيث لم يكن هناك في قضاء طول كرم إلا مدرسة ثانوية واحدة للبنين ومثلها تقريبا ولكن مشتابع لقضاء طول كرم التي هي الفاضلية اسمها اللي هي المدرسة الفاضلية الثانوية أكملت الثانوية بعدها انتقلت إلى أكملت المرحلة الثانوية في طول كرم نعم قدمنا امتحان اللي بسموه المترك في أيامنا هالأيام هذه بسموه توجيهي احنا في أيامنا كانت دراسة ثانوية أربع سنوات مش خمس سنوات هم هالأيام بدرسوا خمس سنوات ولذلك بسموه توجيهي على غرار تسميته في مصر نعم احنا كان نسموه المترك على أساس على غرار تسمية المتركوليشن الإنجليزي نعم فإحنا كنا نقضي أربع سنوات في الثانوية وبعدها نقدم بسموهات الدراسة الثانوية كنت أنا ثاني في المملكة في حينها وحصلت على بعثي عن طريق وكالة غوث اللاجئين إلى الجامعة الأمريكية في بيروت نعم لدراسة الطب أنت اخترت هذه الدراسة أم يعني فرضت عليك نعم الحقيقة أني أنا اخترت الدراسة والطلاب اللي على حساب وكالة الغوث نعم مسموح لهم يختاروا الموضوع اللي بدهم يدرسوه إذا نخترت تحت شرط أن ينجح كل سنة ويترفع إلى السنة التي بعدها نعم جميل أكملت الطب وعملت طبيبا في تخرج سنة 1964 لأن دراسة الطب بمرحلتنا إحنا كانت ثمان سنوات نعم فمن 1956 إلى سنة 1964 كنت في بيروت في الجامعة الأمريكية في بيروت أكملت الدراسة الطب فمنتقلت إلى السعودية بالعمل تقلت إلى السعودية وعملت طبيبا عاما في شركة النفط المعروفة بأرامكو نعم لمدة ست سنوات وعلى أثرها كما حصل مع زملاء آخرين نعم قررنا أن نستأنف الدراسة للتخصص وهكذا كان راسلنا الجامعات الأمريكية ولأني خريت جامعة أمريكية لم تكن هناك صعوبة في الحصول على مركز لاستمرار التخصص نعم فقبلت في مدرسة في جامعة اسمها آيوة من جامعات الوسط في أمريكا نعم لدراسة للتخصص في طب الأطفال أنت اخترت طب الأطفال أنا اخترت طب الأطفال والسبب في ذلك أني قضيت ست سنوات في أرامكو عمليا لا أرى إلا أطفال وأمهات أطفال جميل فصارت عند الخبرة عملية بنيت على هذه الخبرة جميل وقترح علي أن أبني على هذه الخبرة وحتى أنه كان في طبيب شاب عراقي طبيب أطفال طبيب مواليد حتى نعم قادم من أمريكا مالو الزمان كان يشوف ملاحظاتي وتعليقاتي على الملفات التي أنا أكتبها نعم فقال لي شو بتعمل أنت هنا روح تخصص نعم بتعرف طب تعرف أطفال أكثر مني مزحا طبعا ثم أكملت أكملت في أمريكا وعدت إلى السعودية وبعدها عدت إلى عمان عدت إلى السعودية لمدة سنة نعم ثم عدت عام 1975 إلى عمان واستقر بك المطافل في عمان حتى جميل نتحدث عن الجانب الأدبي تحدثنا عن جانب سيرة ذاتي من رحلة الشقاء ورحلة الشاقة كتابك الأول حمل عنوان شقاء السنين وتناول فيه بعض هذا التفاصيل التفاصيل التي حضرتك تحدثت فيها في بعض اليوميات أو الفصول لهذا الكتاب الكتاب يعني سيرة شعب عاش حياة شقاء لم يعيشها شعب آخر أول يوميات أو فصول أو محطات هذا الكتاب كانت تروي هجوم أسراب الجراد على زروع قريتكم حقيقة مع نهاية الحرب العالمية الثانية وكيف تعامل أهل القرية مع أسراب الجراد وكيف أن أهل القرية أكلوا الجراد وطبعا واضح أنه تحدث عن حجم المأساة والجوع والحاجة والفاقة يعني اختيارك لهجوم الجراد يكون الفص الأول أو المحطة الأولى في هذا الكتاب لماذا؟ أعتقد أنه إذا بدي أكون يعني صريح وواضح قصدت من تعامل أهل البلد مع أسراب الجراد التي غطت عين الشمس نعم جهل الناس بما يجري حوله وما يحيط به نعم فهم لم يفهموا معنى أسراب الجراد عندما غطت هذه الأسراب الشمس تخيلوا أن يوم القيامة قد قرب نعم سبحان الله وتحدثوا حول هذا وبدأت الناس تحكي أحاديث نبوية ملفقة إلى آخره هذا مؤشر على جهل الناس بما يجري طبعا انقشعت هذه الغيمة عن جراد بالملايين نعم وبدأوا الناس يشعروا أن الجراد بدأ يهاجمهم في رزقهم نعم وهذا أنا عشته وكنا نهاجم الجراد بكل الوسائل البدائية وأحيانا نأكل الجراد بعد شوائه نعم وتشجيعا من الآخرين أنه كلوا من الجراد لأن الذي يملأ بطنه منه يمتلئ إيمانا إلى هذا الحد هذه وسائل تشجيع بس بشكل عام وأنتم طلبا للإيمان أمعنتم في أكل الجراد أمعنا في أكل الجراد جوعا نعم ليس بالضرورة إيمانا ولكن هذه من المشجعات والحوافز نعم وهذا بدلئ على جهد الناس بما كان يحيط به المصادفات والأقدار العجيب أنه مع نهاية الحرب العامية الأولى مع نهاية انسحاب القوات البريطانية واتهي عليه احتلال الصهيوني يهجم الجراد على زروع القرية يعني يضاعف البؤس للناس الفصل الثالث أناولت الحديث عن صناعة الأقلام من البوص وهو القصب يعني عندما قرأت هذا الفصل أو هذه المحطة أو هذه اليومية عادت ذاكرة إلى حوار سابق مع خطاط محترف تحدث عن البوص فسألته ما هو البوص فشرح لي أنه هو قلم يصنع من القصب فودي أن أسأل عن هذه الأقلام هل أنتم تصنعونها أم تكون جاهزة في السوق مع عدم معرفتي بالشخص الخطاط أعتقد أني أعرف منه بطبيعة هذه الأقلام لأني على الأقل أقدم منه سناً البوص الذي تصنع منه الأقلام يسمون البوص أو القصب نعم 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 البوص نعم تختار الأقلام من أغصان بحجم معين نعم تقطع ثم تجفف ويجب أن تجف جفافاً تاماً يعني تقطع وهي خضراء وتجفف نعم وهي خضراء وتجفف وبعدها تجفاف تقص نحن نستعمل تعبير كلمة توشق نعم يعني تقص قصاً مائلاً ليظهر لها رأس ثم نفتح هذا الرأس بسكينة حتى تماماً كيف الأقلام الحبر نعم المعدنية رأسها بيكون أنت اشتغلت على ذلك مدبب ومفتوح نعم أنت اشتغلت على ذلك نعم نعم وطبعاً وأحياناً بمساعدة من هم أكبر مني سناً نعم فكنا نصنع هذه الأقلام اللي هي أقلام البوص من هذا القصب وطبعاً عندما تكتب عندما تستعمل للكتابة نعم لها صوت ومن هنا جاء صرير كلمة صرير نعم صرير ولذلك بعمل مقارنات بين صريل السيوف وصريل الأقلام فالبوص هو المصدر نعم هذه الأيام لا يوجد صرير نعم معذرة معذرة دكتور سنك من بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلاً بكم مرة أخرى في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الكاتب والطبيب الأردني الفلسطيني دكتور يونس شنع أعودي لك دكتور كنت تحدث عن صرير الأقلام وصريل السيوف نعم فكيف كانت الكتابة كانت مشقة لأن القلم لوحده ما بيكتب بدك حبر من أين يصنع الحبر نعم لم يكن هناك حبر كنا نصنع الحبر من السناج نعم من اللي يسموه شحار شحار الذي يعلق بقاع الطناجر نعم التي تستعمل للطبخ كنا نذيبه ونجمده تقريباً بحيث أنه يكون مكثف نعم ونحاول جهدنا أن يكون سلس إذا ألقي فيه القلم البوص نعم أن ينقل ما يكفي من الحبر للكتابة يعني كيف تأخذ هذا السخام هذا السخام يذوب ويحرك 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 مثل عملية الطبخ إلى حد كبير نعم فالحبر كان يطبخ عملياً نعم وبناء على ذلك ستجد من الصعوب يعني يزال هذا بشفرة مثلاً أو بكيف هذا الكربون اللي على أسفل القدر هذا الكربون نعم هذا يزال بقطعة قماش نعم يحرك ويعني يزاح عن قعر الطنجرة من الخارج نعم ويجمع في وعاء ويضاف إليه الماء ويجمد بالتحريك المستمر نعم إلى أن يعني يغلى الماء أم يبقى كما هو لا لا يغلى ولكن يذوب ويعني أكثر مد ممكنة بحيث أنه يجرب إذا كان أصبح كثافته تكفي للاستعمال الكتابة أو لا مثل ما حكينا الكتابي مراحل نعم القلم ليس كل شيء نعم لا بد من الحبر من الحبر والحبر ليس كل شيء وبعد القلم والحبر تحتاج إلى قرطاس إلى ورق لا يوجد قرطاس نعم كانت القراطيس أو الورق نادر جداً نعم في تلك الأيام وفي عهدي كانت الكتابة على صفيح التنك نعم على الصفيح صفيح تنك الكاز أو صفيح تنك الزيت نعم يعني كانت الصفيحة التي تملأ بالماء أو بغيره نعم تقص أربع لوحات وتغسل وتنظف حتى لا يبقى أي شيء عالك من مواد دهنية عليها نعم وتنشر بحيث أنها تصبح جافة تجاهزة للاستعمال وتكتب ما يكتب على لأي غرض كان سواء كان آي قرآني أو أي شيء آخر بالقلم على الصفيحة طيب الصفيحة ملساء جداً ملساء ولكن الحبر يلتصق بها مؤقتاً كيف يلتصق بها الحبر هذا الحبر البدائي هذا الحبر البدائي بسبب أنه يميل إلى الجفاف نعم عندما يكتب به على الصفيح يجف في موقعه نعم ولذلك إذا بدك تستعمل الصفحة مرة ثانية بدك تكون بعملية غسل لا بأس بها نعم لأنه لا يزال بسهولة طيب كم لوح مطلوب منكم أن تحمل يومياً إلى المدرس نعم كل واحد يحمل الصفيحة تبعته كما لو كان حامل دفتره أو كتابه نعم نعم لم يكن هناك ورق في تلك المرحلة لم يكن هناك ورق يعني متوفر نعم ولذلك إحنا أنا تجربة الشخصية نعم وتجربة العهد الذي عاصرته أن الكتابة كانت خصوصاً في الكتاب نعم أنا أتحدث عن إجراءات الكتاب نعم لا علم لي بما يجري في المدينة أنا أمثل قرية أنتم بعيدون عن المدينة أنا أمثل قرية أم الشوف في هذه المرحلة حتى لا تعمم أو حتى ليسا قرية أم الشوف في حيفا في قضاء حيفا في قضاء حيفا نعم 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 ومثلها مجموعة كبيرة من القرى أعتقد أنها لا تختلف عنها من حيث المبدأ نعم نعم يعني فعلاً يعني رحلة شقاء ومعاناة القصص أو المحطات أو اليوميات كلها أخذت عنواناً مشتركاً وهو شقاء السنين هو عنوان الكتاب لكن اختلفت في الترقيم يعني شقاء السنين واحد شقاء السنين اثنين شقاء السنين ثلاثة إلى أن وصلت إلى مئة وعشرين شقاء السنين مئة وعشرين يعني المئة وعشرين هو هذا التسلسل يعني هل جاء عفوياً فقط أن هذه اليوميات هي مئة وعشرين أم هناك رمزية أو سر وراء هذا الرقم لا أبيح سراً إذا قلت أن هذه المذكرات في البداية لم تكن في خاطري نعم لو لا إلحاح الأولاد وأمهم على أن أسجل ذكرياتي لأني كنت أذكرها عرضاً أثناء الحديث اليومي معهم نعم كلهم شجعوني على أن أكتبها فبدأت أكتب على صفحة التواصل الاجتماعي في البداية نعم فكل الحلقة كنت أكتبها كانت تمثل مرحلة معينة أو جزء من مرحلة معينة فكل المئة وعشرين حلقة التي كتبوا في الكتاب أو كونوا الكتاب هم عبارة عن حلقات كتبت في التواصل الاجتماعي في الأول نعم نعم وبعد أن استكملت المراحل كلها والتزمت بالمراحل التاريخية نعم يعني أنا حلقة أولى بدأت بما تفضلت به من حيث بهجوم الجراد نعم نعم وهكذا مشت الأمور على المئة وعشرين حلقة بعد ما كتبت المئة وعشرين حلقة قررت أن أجمعها في كتاب جميل وكان شقاء السنين وكان شقاء السنين في إحدى القصص أو اليوميات أو المذكرات يعني تحدثت عن رأي الخيل في الشتاء في فصل الشتاء أعجبني وصفك للمطر كيف ينزل على شكل خيوت ثم يكون بشكل مائل ذكرى مؤلمة والله يا أخ دفع الريح ويصفع الوجه كوخز أنت هكذا تصف لا أدري إذا كان تصف نزول المطر أنه يصفع الوجه بوخز لا أدري إذا كان ثم تغمض عينيك حتى لا تؤذى من خيوط المطر أو هذه الصفحة فتسير وأنت مغمض العينين يعني أنا حقيقة أنا من قرية فمرت بهذه المعاناة السنوات الأولى إذا كانت لديك التجربة الشخصية وهذا الوصف نعم فهي غنية عن البيان ولكن كم عدد الذين أمروا بهذه التجربة أنت حالة استثنائية يعني أنت نقلت بهذا الوصف إلى أنا حالة مش استثنائية نعم لأنه إحنا كانت رعاية الخيل هي جزء من العمل نعم يعني بدل أن تكون راعي مواشي ممكن أنك ترعى خيل البلد نعم وهي رعاية قاسية جدا لأنه سيطرة الخيل كيف كنت تواجه هذا السيطرة على الخيل الظروف القاسية ليست سهلة نعم وخصوصا كانت الخيل تطلق أو يطلق سراحها في الشتاء نعم لتأكل من خشاش الأرض نعم ولا بد لها من رعاية وموسم الشتاء أنت وحظك نعم إذا كان المطر رحيما فأنت محظوظ نعم وإلا بدك مثل ما يقولوها تتلقى وعدك فهذا الذي وصفته إحنا بنسميه باللغة البلد شميط نعم الشميط وهو من شمط يشمط نعم إلى حد دم إيه إذا كانت تجاه المطر الرذاذي نعم العنيف في نفس الوقت في ميلان بزاوية ميل إذا صادف معه رياح خصوصا الريح نعم أو ريح أو فو يضرب الوجه ويضرب العينين مباشرة والله مثل الإبر مثل الأسعي الإبر نعم هذا كان أسوأ ما يمكن أن يعانيه راعد خيل نعم وقد عشته وعاشوا غيري من اللي عاشوا أنا قلت الريح وأنت قلت الريح حتى تكون الأمر واضح الريح دائما تأتي طيبة لينة غير مؤذية الريح في الغالب يأتي مع القسوة مع العذاب نعم نعم وهي في القرآن الكريم مذكورة على هذا الأساس نعم ريح الصرعات نعم مع عذاب نعم ذكرت في أحد القصص القنباز والدماية فالقنباز يعني معروف أغلبنا يعرفه هذا الرداء الذي بفتحه من الأمام نعم ويكون بمساحة واسعة ثم يلفه الشخص المرتديه وأيضا يثبته بحزام على الخصر غالبا ما يكون من قماش هذا الرداء غالبا ما يكون من قماش هذا الرداء نعم طبعا في الإراق يسمى الصاية لا أدري من أين مصدر هذا المصطلح يسمى الصاية في بلاد الشام في يسمى القنباز يعني ومعروف لكن الدماية حقيقة أحببت أن يعني نعرف ما هي الدماية لبس الرجال نعم هو واحد من هذول التنين نعم الدماية والقنباز يختلفوا بالتمايز الدماية هي أي قماش لكن التفصيل نعم يعني كيفية اللبس هي والقنباز واحد نعم لكن فيه كمان تمايز آخر لماذا تسمى هنا قنباز ويسمى هنا دماية البساطة نعم تعطي تسمي إلى الدماية نعم اللي أرقى شوي بيصير كمباز نعم وحتى الكمباز فيه أكثر من نوع فيه كمباز كانوا يسموه اللي بتطور اللي كأنه فيه خيوط ذهبية نعم أو في الضي يسموه المسالخي نعم الكمباز المسالخي أميز حسب مستويات الترف حسب مستوى الإنسان نعم وقدرته على اللبس بس هي كلها نفس التصميم من حيث أنه دفتين وتسكروا على حزام جميل جميل في إحدى اليوميات أنت تستعرض أيام المدرسة والمناظرة الشعرية التي كان يقيمه الأستاذ الصالح بين التلاميذ ذكرت من بين الأشعار قصيدة صفيد نيل حلي سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هالخاب الرجاء فينا ثم أشرت إلى قصيدة الشاعر نهشل بن حري التي يقول فيها إن محيوك يا سلم فحيينا وإن سقيت كرام الناس فسقينا وإن دعوتي إلى جل ومكرمة نعم سرات كرام الناس فدعينا نعم إنا بن نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا جميل جميل ما زلت تذكر الأبيات ما زلت أحفظها منذ خمسة وسبعين عام ما شاء الله مع عمر الاحتلال الصهيوني يعني تقريبا الحوار الثريب والمناظرات الشعرية حقيقة يعني أنا ذاك على بساطة المدارس توحي بثقافة المعلم الواسعة وحصيه على رفع مستوى المعرفة لدى التلاميذ الآن لماذا اختفت هذه النشاطات المعرفية من المدارس مع الإمكانيات العالية التي تمتلكها مدارس اليوم تقديري أن السبب الأول هو أن المعلم في المدرسة الأهلية له حرية الاختيار وهو وجهده إذا كان قاعدته الثقافية تسمح له بأن يقدم لطلابه ما يراه أنسب حتى ولو كان من مستوى العالي نعم نحن كنا نحفظ حفظ ولذلك هذا الأستاذ الأستاذ صالح الله يرحمه طبعا آمين كان مولع بالشعر الذي ذكرته نعم ولذلك كان يحفظنا هذه الأشعار ونتبارى في حفظها نعم ولا بد أن يقف الطالب ويسمع أمام المجموعة كلها نعم ونحفظ عدة أبيات نعم هذا الحكي حرية الاختيار من الأستاذ تركت له أن يختار ما يشاء نعم إلى أن دخلنا في المدارس الرسمية المدارس الرسمية خضعت لمناهج وهذه المناهج بسطت الأمور فلم تعد تعطي ابن الصف الأول ابتدائي نعم شعر هذه الأبيات حالية اللغة ولا شعر صفي الدين الحلي نعم هذا حتى يمكن بعد انتهاء المرحلة الثانوية لم يعودوا يتعرضون لها جميل الإذاعات العربية في فترة يعني تأسيس أو الاحتلال الصهيوني أو انطلاق الاحتلال الصهيوني بعد انتهاء الانتداب البريطاني وهي واضح مؤامرة واتفاق يعني الانتداب البريطاني ينتهي خمسة عيار ثمانية واربعين نعم اليوم ذاته الذي يعلن عن دولة الكيان أو الكيان الصهيوني في ذلك اليوم أيضا خمسة عيار عام ثمانية واربعين صار قتال من بعض يعني جوش عربية جاءت ل يعني تعالج الحالة أو فالإذاعات العربية كانت تقول كما أنت ذكرت في إحدى اليوميات نحن لا نتكلم المدفع المدفع يتكلم هو الذي يتكلم فماذا قالت المدافع العربية في تلك الفترة لا أدري ماذا كانت المدافع تحشى به أثناء القتال ولكن مع الأسف شديد تلك المدافع لم تنقذ الموقف نعم أبدا بل ضيعت فلسطين ولو أن قومي أنطقتني رماحهم ضطقت ولكن الرماح أجرتي يا الله وأنت تتحدث أيضا عن مواجهة غير المتكافئة بين أحرار فلسطين وعصابات الصهاينة ذكرت بيتا من الشاعر الشاعر السوري عمر أبو ريشة إذ يقول لم نربح الجولة الأولى فلا حزنت على الغد المشتهى جولاتنا الأخرى فماذا تقول لأبو ريشة بعد سلسلة من الجولات رحم الله عمر أبو ريشة نعم كان يتصور أكثر من ذلك نعم لعلك تعرف كما يعرف يمكن معظم الناس ويحفظون قصيدة أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم رب وامعت صماها انطلاقت من الأفواه الصبايل يتمي لامست ألي إسرائيل تعلو راية في حمل مهدي وظل الحرم يا الله نعم أين إسرائيل الآن نعم في حمل مهدي وظل الحرم كما قال كما قال كما كما استغرب وستنكر سلفا عمر أبو ريشة لأنه كان يتمنى أن تأتي الجولة الثانية وقد جاءت الجولة الثانية 1967 وماذا كانت النتيجة؟ أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنمي نعم رحمة الله على عمر أبو ريشة وكل الشعراء الأحرار والثوار والمقاومين من أبناء هذه الأمة هذه الأمة إن شاء الله موعودة بالنصر إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وعدها عندما تعود إلى دينها الصحيح شكرا لك الكاتب والطبيب الأردني الفلسطيني الدكتور يونس جناع ساعت بالإقلاء على هذا الحوار شكرا للدائرة المؤلم والممتع شكرا لك دكتور شكرا أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم